اشتركوا في القناة مسجد سيدي محمد صلى الله عليه وسلم تحكس سماحة الإسلام حيث جاء الناس إلى هذا المسجد إلى هذا المكان الطيب الطاهر من كل فج عميق جاءوا من آسيا وجاءوا من إفريقيا وجاءوا من أوروبا جاءوا من أمريكا جاءوا بألوانهم بلغاتهم بملابسهم بكل شيء وهذا بلا شك يقولوا أنه لا فرق بين الناس بصرف النظر عن أعراقهم ألوانهم بصرف النظر عن الأماكن التي أتوا منها إن أتوا من الجبال أتوا من الساحات أتوا من السهول أتوا من إفريقيا أتوا من أوروبا أتوا بألوانهم المختلفة فإنهم عند الله سبحانه وتعالى سواسية كأسنان المشط وهذا يحكس بشكل واضح وجليء أن الإسلام لا يعترف باللون ولا يعترف بالأصل ولا يعترف بما يغتر به الناس العنصرية والتفرقة لا مكانة لها على الإطلاق في الإسلام الإنسان يكون بعمله بأخلاقه بمعاملته لا بلونه لا لأنه أبيض وعيونه زرقاء كما بذر وظهر جريا عند بعض الناس في دول أوروبا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أدبع هذا الدين وأن يجعلنا أن ننقل رسالة الإسلام للعالمين حتى يفهم الناس أنه لا فرق بين إنسان وآخر فكل الناس من أصل واحد كل الناس خلقوا من ذكر وأنثى من حوى وآدم وكان أصلهم من تراب وحتما فإنهم إلى التراب عيدون أصلى الله سبحانه وتعالى لكم أجمعين الصحة والعافية وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر